قد وعن نحن تطوري الوطنية حسب ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة أدينا اجتماع وسيزحب نايفا رئيس مايكوونس وفريق إلى مكان موين تعرفونه لعقل اجتماعي آخر لا أعدى وقت تعفيف أي تقضم في ذلك اجتماعي ولكن أعتقد أننا سنجري بعض المحادثات الاجتماعية في الأيام القليلة القادمة وسوف نخرج بعض التقضم في مقابلة مع وسائل الإعلام يوم الجمعة الماضي قال ترامب إنه لم ولن يتردد في السماح للحكومة بإغلاق الباب لأشهر أو حتى لسنوات وذلك لتنفيذ خطة الجدار الحدودي كما هدد باستخدام سلطة الرئيس في إعلان حالة الطوارئ الوطنية كوسيلة للاتفاف على الكونغرس وبناء الجدار الحدودي مباشرة ويذكر أن ترامب ظل يسر على أن الكونغرس يخصص أكثر من 5 مليارات دولار أمريكية لبناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لكن الحزب الديمقراطي عرض بشدة هذه الخطة فلم يتم تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يضمن تكلفة بناء الجدار الحدودي هذا وأغلقت العديد من الإدارات الفيدرالية الأمريكية أبوابها منذ 22 من ديسمبر الماضي وتأثر نحو 800 ألف موظف على إثر هذا الإغلاق ترجمة نانسي قنقر